استعرضها مجلس أمانة العاصمة في اجتماعه الاعتيادي استراتيجية عمله للأعوام 2015-2018 والتي ضمت العديد من المشاريع للنهوض بالعمل البلدي في العاصمة حيث صدق الأعضاء عليها بالإشماع وأوضح رئيس مجلس الأمانة المهندس محمد علي الخزاعي أن اللجانة بدأت فعلا في تنفيذ الاستراتيجية والمجلس اليوم يقر ما تبقى منها للعمل على تنفيذها حتى عام 2018 هذا وقد رفع المجلس شعار عاصمة رائدة ومتطورة بخدمات متميزة ومستدامة للعمل على ما تبقى من بنور تلك الاستراتيجية التي تركز على السعي نحو عاصمة صديقة للبيئة ذات خدمات راقية وفق القوانين والتشريعات البلدية من جهة أخرى وافق المجلس على مقترح الإدارة العامة للتخطيط العمراني لتصنيف مشروع خليج البحرين من منطقة غير مصنفة إلى منطقة مشاريع ذات طبيعة خاصة